يعني يقولون الكهرباء تمام للشعب العراقي فاضطرت وزارة الكهرباء باستيراد لعابات وزعوها المواطنين هذا عقد وزارة الكهرباء تحديدا متعاقدة على لعابات وضحي لي هاي النقطة انا اقول لك شوف اول مرة اخلا اجاوب على ما ذكره زميلي يعني المالكي عندما راح جاب محولات اتفق وياسيمينز واجهي الامريكية وجاب محولات على اساس ان عملية التأهيل وعملية الصيانة تقوم بها الوزارة يعني هو قام حتى لا تصير كوميشنات وعملية عملية الوزارة ناسبقه بالمحطات لا لا سؤال جابك لا لا هو اكبر غلطة حتى بالتقرير اكبر غلطة بتاريخ الكهرباء ان يتم التعاقد على تجهيز فقط شركات رسلين وداخل كوميشنات لا لا انا شاى سوا بالشركة الرصينا شمرة محطة الناصرية سس سنوات محطات كرة بوك مشهورة العلة بالعقد بالكوميشن لا 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 انت من ساع ذكرتي لا 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 هناكوميشن من التعاقد والشركة على تجهيز فقط فهذا كوميشن اسمحك شان المفروغ لا لا امر أهلا فصلت انا ما تعاقد على تسعة الاثم خل تعاقد على سبع تالاف تجهيز ونصب سمحك عاجبك تجي أهلا وسهلا ما عاجبك اروح الشركة ثانيا هي اختصاص هن الشركات ذني اختصاص محولات لا مو محولات هي مو اسمها محولة اسمها محطة توليد محطة توليد سمعني جيب اجابتهم المفترض يصير شنو يصير عملية التأهيل والصيانة والموالفة لا ماكو تأهيل التأهيل عيني التأهيل للمحطة القديمة اكو عملية تجهيل هل وضع هذا العقد بعد اذن هل يصير غير شركات غير شركات محلية الوزير السواء مثلا نطيك مثل سيمينز لماذا تعاقد على 9000 ميجا تجهيز فقط سياة النائب سياة النائب صادق سياة النائب سياة النائب سياة النائب سياة النائب الشركات الذني ما ياخذن وين يصير الأخذ الأخذ مثلا سيمينز ترح تكون بعمليات الاحتكارية اللي من 2006 لحد الآن شركات احتكارية تدخل على الأعمال الثانوية والفنية ويا من يتعاقدون سيمينز مثلا ويا راسكم المصرية راسكم وش تسوي شاي لجنتتها على الوزراء وعلى العاملين في القطاع الكادر وتوزع فلوس طيب رئيس الوزراء قمر بهذا الإجراء إذن أنا لا لا ست عالية ست عالية بعد أذنك ست عالية أدنشي الرئيس الوزراء يوصل لحد الفترة يعني بعد أذنك أنا ما يهمني منه لزم أو ما يهمني شنه على الأقل خل نحسان هذا جواب أنا يهمني شون أوصل الكهرباء المواطنين أجعل لعبات أجعل لعبات ذول باعتبار الوزراء اللي يخلوهم بوزارة الكهرباء مبتدئين خطيئة مطالعين برها ما عادهم جنسية مزدوجة وعرفون شكوا الشركات الخارجية جابوا مستشار ظليع بالشركات الخارجية اسمها سالم الشلبي طيب عينوا مستشار بوزارة الكهرباء هذا المستشار مو يتعاقد الوزارة تروح يدور هلها الشركة وهمية لو رصينة راح شاف وحده شركة كندية قلهم لا هاي رصينة وهاي مو موهمية وأكمل التعاقد جابوا دموا لعابات هنا نفتحوهم لقوا صناديق دموا لعابات يعني مستشار في وزارة ووفد وإيفاد وصفار نعم وتجوال في المؤسسة العريقة للكهرباء هسا احنا مو ينسى هسمو هو هسمو كان مستشار من جابوا دموا لعابات وزارة عمرها كذا سنة يروح معقول مستشارها مينده يشوف لبعد هو كان مستشار بالوزارة وجابوا دموا لعابات وره عينه رئيس المستشار يكافؤه خلوا برأي رأس المستشار إن أكو غرفة مال لجان الطاقة برأس الوزارة عينوا بيها شوف شون يكافأ الفاسد بالعراق خلوا على هذا الله ينتقم من رؤساء الوزارة مال العراق الله ينتقم من رؤساء الوزارة ومتجابهم رحم الله هذه بعدين وراها كل عقود الوزارة نفط كهرباء هذا الرجل هو اللي يديرها هذا الفتحة مال العراق لهذه اللحظة لهذه اللحظة لا بالعكس الآن قاعد على مصرفي رئيس هيئة هذا اللي بنعقود الكهرباء والنفط مهنات راح تاخدون التساؤل يعني هذه المشاكل هسه يعني المشاهد جاي يشوفها وجاي يسمحها يعني شوف علي يا با علي ما عارش يصرف إذا أنت هذا كلام خلق يعني موغي يشيهون من أقول لك فاسد مستشار جاء صار رئيس مستشارين جاء صار رئيس هيئة هذا شون يصير أنا سوي باللعبات أنا سوي لو أكوجه السياسية تدعمه طيب دولة كلهم الفاسدين عدهم مهاجهات سياسية تحيير دولة كلهم تحييره 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 significant المترجم للقناة